بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر لمب وقابل التوب الشديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر كتقلبهم في البلاد كذبت قبله قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتم كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرس ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغبرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعد كل شيء رحمة وعلما فاغبر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم على بل جحيم ربنا وادخلوا جنات عديلتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذبياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يوم إنذ قد رحمت وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نذنتين وأحيت نذنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا قروج من سبيل لا لكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كليا الكافرون رفيع الدرجات ذو العرس يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوما بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازبة للقلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شبيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينبوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وعذارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى برعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحروا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال برعون ذروني أقوت الموسى وليدعو ربه إني أخاذ أن يبدل دينكم وأن يظل في الأرض الفساد وقال موسى إني حلت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل برعون يفتم إيمانه وتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعلي كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بس الله إن جاءنا قال برعون ما أريكم إلا ما ألي وما أديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاذ عليكم من يوم الأحزاب مرد بقوم نوح وعاد وزمود والذين من بعدهم وما الله يريد غلما للعباد ويا قوم إني أخاذ عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضر الله فما له من هاد ولقد جاءكم هو سبو من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هدك قلتم لن يبعد الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بعير سلطان نتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قرم متكبر جبار وقال فرعون يا ما نبني لي سرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظمه كاذبا وكذلك سيين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أجكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير من عمل سيئة فلا يجز إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر ننذا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قمنا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لي أكبر بالله وأسرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني لي ليس لو دعوة في الدنيا ولا بالآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكرون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العلاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا ذالا وأنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم للشهاد يوم لا ينبع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فلا قد آتينا موسى الهدى وأوردنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي للباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سرطان نتاهم فاستعي بالله إنه هو السميع البصير فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء علي لما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو بدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأونرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من علاقة ثم يخرجكم قفلا ثم لتبلغوا وشدكم ثم لتكونوا شلوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقدون هو الذي يحير ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس ملوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإن الله فإذا جامر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم ذا العامل تركبوا منها ومنها تأكلون ولكن فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى البلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أما لم يسيروا في الأرض فينمروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وهاذارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستزئون فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكذرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينبعوا إيمانهم لما رأوا بسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون